موسيقى موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في مراجعة جديدة من فيلم جامد والفيلم اللي هنتكلم عنه النهاردة هو بروميسينج يونج وومن فيلم بروميسينج يونج وومن من الافلام اللي فرضت نفسها بشدة في موسم الجوائز نال خمس ترشحات للأوسكر من الفئات الكبيرة وأربع ترشحات في الجولدين جلوب أوردز وكان لي حضور مميز كذلك في جوائز البافتة سواء على مستوى الترشحات أو على مستوى الفوز تصتنا بالدور حول شخصية كاساندرا اللي على الرغم من وصولها لسن التلاتين لسه عيشة مع أهلها وبتشغل وظيفة بسيطة ولكن حياتها فيها سر كبير وهي انها بتلعب لعبة مكررة كل أسبوع بنصب فخل نوعية معينة من الرجالة اللي بيستهدفوا البنات السكرانة اللي بيكونوا لوحدهم بالليل في النوادي الليلية وبيمرسوا معهم الجنس بدون موافقة استغلالا لحالتهم نشاط كاساندرا الأسبوعي ده يعتبر انتقام مباشر وغير مباشر ردا على حادثة مشابهة حصلت أيام الجامعة وهي كانت جزء منها لحد ما في يوم من الأيام بتدخل في علاقة بجد مع حد يبدو انه فعلا مختلف وبتبتدي تتغير وتفكر فيه انهاء عملية انتقامها فيا ترى العلاقة دي ممكن فعلا تكون الدواء الشافي ليها ويا ترى ايه اللي حيحصل فيلمنا مقسوم لنصين النص الاول ممكن نقول ان الطبيعة المسيطرة عليه هي الطبيعة التوعوية زي ما بقولكم الاحداث كلها بتدور عن نوعية معينة من الاعتداء الجنسي واللي عشان تحصل بشكل متكرر ليها اركان كتير منها طبعا اللي بيقوم بالجريمة نفسه واللي بيسكت عليها واللي بيتحيز لجانب على حساب الاخر واللي بيهدد واللي بيسكت واللي بيقمع وكل دول طبعا بيجمعهم منطق وتبريرات خيبة جدا والفيلم من خلال احداث النص الاول بيعدي على المنطق ده والتبريرات دي ورغم اهمية التوعية دي ورغم اهمية الرسالة دي مقدرش اقول ان النص الاول من الفيلم هو النص المفضل بالنسبالي لان الاتزان ما بين الرسالة والدراما كان مختل شوية وطريق الطرح الرسالة نفسها كمان ما كانتش متزنة مش قصدي انها كانت المفروض تبرر الجانب الاخر طبعا ولكن نشير شوية ان مش كل الناس كده او يمكن كل الناس كده فعلا وانا اللي معرفش اصلا يا جماعة ما بخرجش من القوضة دي كتير المهم اللي احتفظ للنص ده بقيمة حقيقية بالنسبالي هي اسلوب التناول وبعض الادوات الفنية اسلوب التناول في تقديري الشخصي ما بينتميش قوي للواقع فيه تغاضي عن تفاصيل كتير بعضها في طرح الاحداث وبعضها في عواقب التصرفات بتاعت شخصيتنا الرئيسية ودي زي ما اشرت شايفها من الحاجات اللي بتميز الفيلم كله وبكل تأكيد مش من العيوب لان مطلوب ان المشاهد ما يشغلش باله قوي بامور فرعية مهم اكتر نركز على الرسالة وعلى الحدوتة اللي الحمد لله بتطغى بشكل قوي في النص التاني للفيلم وهو بكل تأكيد النص المفضل بالنسبالي عدد كبير جدا من التقلبات في الاحداث الشخصيات بتاعتنا بتصبح فاعلة اكتر مش مجرد نماذج بتطبق عليها رسائل وبيحصل تنقل ثالث جدا ما بين اجواء مختلفة شوية رومانسية شوية كوميدي شوية جدية مفرطة شوية عنف صادم لغاية لما بنوصل للنهاية اللي اعتقد انها رائعة لان فيها توازن حقيقي ومحسوس ما بين الرسالة وما بين الحدوتة فيلمنا على المستوى الفني عنده بعض التفاصيل المتفردة بيجي في مقدمتها طبعا السيناريو اللي زي ما قلت بيتناول كل الاحداث بانفصال نسبي عن الواقع لدرجة ان فيه بعض التسلسلات انا عن نفسي افتكرتهم احلام وطبعا التحرر النسبي ده من قيود الواقع بيدي مساحة اكبر للابداع الابداع على مستوى الصورة على مستوى تصميم المواقف وعلى مستوى التجربة السماعية كمان لان الفيلم عنده بعض الاختيارات الفريدة جدا والمجنونة جدا على مستوى الساوند تراك واللي ممكن تحسوها من التريلر حتى اداءتنا التمثيلية كمان فيها بعض الاختيارات الفريدة فيها ممثلين كبار ايمين بادوار صغيرة ولكن طبعا مش بس بغرض التكريم بعض الاختيارات سببها هو بروزة الرسالة لان المشاهد بكل تأكيد حينتبه اكتر لما الرسالة تيجي على لسان دول وفيه سبب كمان وهو بكل تأكيد ان الادوار دي صعبة ومحتاجة ممثلين كويسين جدا واللي على رأسهم بتيجي كاري موليجن في دور كاساندرا وكاري موليجن بشكل عام ممثلة جمدة جدا ومن افضل بنات جيلها واللي قدمته في النص الاول من الفيلم فيه بعض الشقاوة وبعض الشغب ولكن بكل تأكيد مش تحديات كبيرة لقدرتها التحديات الحقيقية بتظهر في النص التاني مع التقلبات الشديدة اللي قلت عليها لحضراتكم واللي كلها بتحصل بقيادتها واللي قدرتها بتسهل الانتقال ما بينها بدون تصدير احساس للمشاهد بانه بيتفرج على شيء غريب لان في النهاية انا مقدرش انكر ان انا بكل تأكيد اتفرقت على شيء غريب اتفرقت على تجربة سينمائية فريدة ومجنونة ومن افضل التجارب السينمائية في السنة لو جيتم تتفرجوا على فيلم وحسيتوا ان مجرد فصل جديد في موجة الفيمينزم الحديثة فهو بكل تأكيد مش كده بس ولو حسيتوا حتى انه بيوعي بشكل فريد بنوع من انواع الاعتداءات الجنسية اللي الستات بتتعرض له بشكل منهجي فهو بكل تأكيد برضو مش كده وبس هو قبل ده وده فيلم حلو جدا مكتوب كويس ومحكي كويس ومرسوم كويس ومتمثل كويس جدا النص الاول ممكن يدي انطباع خاطئ وهو فعلا فيه بعض العيوب لكنه بيتطور بشكل كويس وبينهي بكل قوة والقوة دي بتنعكس على تماسكه لما نيجي نبص عليه كوحدة كاملة في النهاية تقييمي لفيلم بروميسين يونجو من هو تمانية ونص من عشرة وحقيقي من الغريب جدا ازاي الفيلم ده بيدي الانطباع بانه عادي جدا وانه فريد جدا في نفس الوقت منقشة الحلقة وبما اننا للأسف السنة دي ما عندناش مسابق التوقعات الاوسكار عاوز اعرف تتوقعوا من اللي حتفوز بجائزة الاوسكار الافضل ممثلة في دور رئيسي ياريت تساهموا برأيكم في الكومنز الف شكر لحضراتكم على المشاهدة ياريت تعملوا شارعوا لايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقات اول باول تابعوني على تويتر وفيسبوك ونيمو وانستغرام وبي باي